بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لماذا أتعلم المنهجية؟ نتفاجأ ونحن نصحح أوراق التلميذ خاصة في شهادة التعليم المتوسط بوجود إجابات رائعة تدل على أن التلميذ فعلا متمكن من مادة العلوم الطبيعية لكن لا يمكننا أن نمنحه العلامة الكاملة لسبب واحد هو أنه لا يحسن كيف يسيغ إجابته أي أن هذا التلميذ يفتقر للمنهجية العلمية الدقيقة إذن فالحصول على علامة ممتازة يساوي امتلاك المعلومة الصحيحة إضافة إلى منهجية كتابة هذه المعلومة اليوم بإذن الله سنواصل في هذه الدورة وسنتوقف بإذن الله من الفعل الأداء حل يعتبر الفعل الأدائي حلل من أهم الأفعال الأدائية التي نجدها في التمرين الثاني وهو تمرين الاستلال العلمي إذن فماذا نحلل وكيف نحلل؟ الكثير من أبدائنا يصابون بالذهول والخوف عندما يجدون الفعل حلل لا دعي ذلك بعد اليوم سنشرح لكم خطوات التحليل بأسلوب سهل ومبسط خطوات التحليل أربعة الخطوة الأولى تتمثل في التعريف بالوثيقة الخطوة الثانية تتمثل في كتابة الملاحظات بتقة أي تفكيك المعطاية الخطوة الثالثة تتمثل في إيجاد العلاق والخطوة الرابعة تتمثل في تقديم السنتاج نمر مباشرة لشرح هذه الخطوات الخطوة الأولى التعريف بالوثيقة ماذا نقصد بالتعريف بالوثيقة نكتب هذه العبارة تمثل الوثيقة ثم نكتب ماذا تمثل إذا كانت منحنة بياني نكتب منحنة بياني إذا كانت جدول نكتب جدول إذا كانت رسم تخطيطي نكتب رسم تخطيطي وهكذا بعد ذلك نكتب ماذا تمثل أو ماذا يمثل هذا المنحنة أو هذا الجدول إذن بالنسبة للمنحنة البياني نجد نذكر الوحدات مثلا يوضح تغيرات كمثال سرعة الأمواج الززالية بدلات العمق بدلة الزمن إلى غير ذلك وإذا كانت هناك شروط إضافية نكتبها ثم نكتب العبارة التالية حيث نلاحظ ونضع نقطتين ونرجع للسطر الآن أكملنا الخطوة الأولى المتمثلة في التعريف بالوثيقة الخطوة الثانية كتابة المعطيات بدقة إذن دائما في كتابة المعطيات بدقة نلاحظ جيدا هذه الوثيقة ثم نكتب ما هي التغيرات التي لحظناه مثلا نكتب من الزمن كذا إلى الزمن كذا نلاحظ تزايد أو تناقص أو ثبات إذن مثلا في التجربة الفلانية لاحظنا كذا ثم أصبحت كذا إذن أي شيء نلاحظه في المنحنى أو في الجدول أو في الرسم التخطيطي نسجل هذه التغيرات فقط كملاحظة هنا لا يجب إطلاقا التفسير نسجل الملاحظات فقط أما الخطوة الثالثة فنحاول إيجاد علاقة بين هذه المتغيرات فنكتب حيث كلما أو أي أن ونكتب ما هي التغيرات كمثال كلما زاد العمق مثلا زادت سرعة الأموال الزلزالية أو إلى غير ذلك من العلاقات في الأخير نكتب استنتاج ماذا نكتب في هذا الاستنتاج؟ الاستنتاج نكتب من خلاله ماذا فهمنا من هذا المنحنى أو من هذا الجدول أو من هذا التمرين؟ إذن ما هي النتيجة التي توصلنا إليها؟ إذن هذه هي خطوات تحليل وثيقة الآن لا نكتفي بفقط ذكر الخطوات ولكن سنقوم بمثال تطبيقي لتدرب من خلاله على عملية التحليل اخترت لكم تحليل منحنى بياني مما درستمه أبناء تلاميذ السنة الثالثة المثال الذي سنأخذه كما قلت هو تحليل منحنيات بيانية إذن نبدأ بهذه الوثيقة لدينا وثيقتين الوثيقة الأولى تمثل سرعة الأمواج الزلزالية في الوسط القاري والوثيقة الثانية تمثل سرعة الأمواج الزلزالية في الوسط المحيطي لدينا تغير سرعة الأمواج الزلزالية بدلالة العمق أي كلما اتجهنا في عمق الأرض في باطن الأرض ماذا يحدث للأمواج الزلزالية إذن في الوسط القاري وفي الوسط المحيطي عندما نأتي إلى تحليل هذه المنحنيات البيانية بما أنه لدينا منحنيين بيانيين يمكننا أن نحلل كل منحنى بياني على حدة ويمكن أن نحلل هذه المنحنيات مع بعضها والأحسن أن نحلل كل منحنى بياني على حدة نأتي للخطوة الأولى وهي التعريف بالوثيقة إذن في البداية نكتب تمثل المنحنيات البيانية الموجودة في الوثيقة واحد والوثيقة الثانية سرعة الأمواج الزلزالية بدلالة العمق في الوسط القاري والوسط المحيطي ثم ننزل إلى الأسفل ونكتب يمثل منحنى الوثيقة رقم واحد سرعة الأمواج الزلزالية بدلالة العمق في الوسط القاري حيث نلاحظ إذن هكذا نكون قد قمنا بالخطوة الأولى نأتي الآن إلى تفكيك المعطيات أو تسجيل الملاحظات إذن نشاهد هنا بأن سرعة الأمواج الزلزالية تقدر في حدود 4.7 كم في الثانية إذن هذه السرعة تكون من عمق 50 كم وتستمر وتبقى ثابتة إلى غاية عمق 150 كم بعد 150 كم نلاحظ بأن سرعة الأمواج الزلزالية تتناقص تدريجيا إلى غاية أن تصل إلى 4.2 في حدود العمق 200 كم إذن هنا سجلنا المعطيات التي لاحظناها إذن أي شيء نلاحظه نقوم بتسجيله نأتي الآن لاستخراج علاقة لاحظنا من خلال هذا المنحنى البياني بأنه كلما زاد العمق عن 150 كم كلما تناقصت الأمواج الزلزالية أو سرعة الأمواج الزلزالية ماذا نفهم الآن كنتيجة؟ ماذا نستنتج؟ نستنتج بأن سرعة الأمواج الزلزالية تكون ثابتة في الأوساط الصلبة وتتناقص سرعة الأمواج الزلزالية كلما تناقصت صلابة الطبقات الصخرية طيب نأتي الآن إلى كتابة ما كنا نقوم بشرحه إذن قلنا لكتوب كالتالي تمثل المنحنيات البيانية سرعة الأمواج الزلزالية بدلالة العمق في الوسط القاري والمحيطي الآن نأتي لكل منحنى على حدة يمثل المنحنى الوثيقة رقم واحد سرعة الأمواج الزلزالية بدلالة العمق في الوسط القاري حيث نلاحظ هنا تعريف بالوثيقة إذن سرعة الأمواج الزلزالية ثابتة لاحظنا بأنها ثابتة في حدود 4.7 كم في الثانية من العمق 50 إلى غاية العمق 150 كم ثم تغير آخر تبدأ هذه السرعة بالتناقص إلى غاية الوصول لسرعة 4.2 كم في الثانية عند عمق 200 كم لماذا لم نقل تبدأ بالتناقص مهما زاد العمق؟ لأننا هنا لاحظنا بأن المنحنى البياني توقف عند 200 كم الآن نأتي إلى استخراج العلاقة أي أن سرعة الأمواج الزلزالية تقل كلما زاد العمق بعد تجاوزها لعمق 150 كم الآن كنتيجة ماذا نكتب؟ ومن هنا نستنتج بأن الأمواج الزلزالية تكون كبيرة في الصخور الصلبة وتقل كلما قلت صلابة هذه الصخور وأن سمك كنتيجة أخرى وأن سمك طبقة الليتوسفير القاري يصل الصلب إلى عمق 100 كم إذن يبدأ من 50 كم إلى غاية 150 كم الآن نمر لتحليل المنحنى الثاني نقوم بتحليله بنفس الطريق إذن ماذا يمثل المنحنى رقم 2؟ يمثل منحنى الوثيقة رقم 2 سرعة الأمواج الزلزالية بدلالة العمق في الوسط المحيطي حيث نلاحظ سرعة الأمواج الزلزالية كانت ثابتة في حدود 4.7 كم من العمق 50 كم إلى غاية العمق 100 كم ثم تبدأ بالتناقص تدريجيا إلى غاية الوصول للسرعة 4.2 كم في الثانية عند عمق 200 كم أي أن الآن العلاقة أي أن سرعة الأمواج الزلزالية تقل كلما زاد العمق بعد تجاوزها لعمق 100 كم في الوسط المحيطي ومن هنا نستنتج بأن الأمواج الزلزالية تكون كبيرة في الصخور الصلبة وتقل كلما قلت صلابة هذه الصخور وأن سمك طبقة الليتوسفار المحيط الصلب يصل إلى عمق 50 أو إلى سمك 50 كم إذن يبدأ من 50 إلى غاية 100 كم إذن هكذا نقوم بتحليل المنحنة البياني إذن إذا لاحظنا تزايد نكتب تزايد وإذا لاحظنا تناقص نكتب تناقص وإذا لاحظنا ثبات نكتب ثبات ثم نقوم باستخراج العلاقة ونختم باستنتاج يتضمن هذا الاستنتاج الهدف من هذا التمرين أو الهدف من هذا المنحنة أو الهدف من هذه التجربة أو الجدول إذن نقوم بتحليل الوثائق مهما كانت بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب أبناء تلميذ السنة الثالثة متوسط أروا من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم لمزيد من الاستفسارات أتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإذن الله تعالى دمتم أبناء طيبين وإلى رقاء آخر في فيديو آخر بإذن الله